يعني أناك وهشتورنيك وإيه؟ مبارح طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية والناس في الداخل كانت باستغربة جداً اللي عملوا الرئيس بتاعهم ده غير طبعاً الاستغرب العالمي المشهة زي ما حتاكوا شايفينه كان بيصور هو يعني مع موزيع أمريكي شهير في واحد بالبرامج التوكشو الشهيرة وواقف بيتكلم معاه وبياخدوا آيس كريم هو الرئيس الجو بايدن معروف عنه أنه بيحب الآيس كريم لكن الغريب أنه هو بيأكل آيس كريم اتسأل أسئلة من الناس عن غزة فبيرد وهو بس يعني تخيلوا حدوكم رئيس أكبر قوة في العالم رئيس أكبر قوة في العالم بيرد على فكرة إيقاف حرب إيقاف حرب راح ضحياتها فوق 30 ألف قطيل و70 ألف مصاب وهو بيأكل آيس كريم بالشكل ده في الوقت اللي الناس بتقوله فيه من غير اللائق لا سياسيا ولا إنسانيا ولا قانونيا إنك تتكلم عن وقف حرب وإنت بتكوى آيس كريم حاصلا الحرب دي جزء منها قائم على التجويع يعني المناظر اللي حراكوا شفتوها أنا يمكن مش عايزة يعني نعيدها تاني عشان يعني الأذى النفسي لها شديد الحقيقة لكن فيه أطفال جوعة اللي كان بيلم ميا من المطر اللي بيدور في القمامة اللي مش لقين يكلوا واقفين بالتوابير لساعات الناس اللي كانت نزلة تجيب المساعدات تنعرض البحر بدرجة هم مش لقين فحين إنه رئيس أكبر قوة في العالم طرع بالآيس كريم بيكلم عن وقف حرب وإدخال مساعدات وكان بيأمل بالمناسبة إنه التوصل لاتفاق الوقف اطلاق النار بحلول يوم الاتنين القادم بناء على الاجتماعات اللي بتحدث في باريس بقيادة مصر وقطر والوقات المتحدة الأمريكية وطبعا وفود القوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية عشان نقدر نتوصل اتفاق تبادل الأسرة وتهديئة قبل شهر رمضان لكن طبعا بعد زلات لسان يأتي بايدن بالآيس كريم ليزيد الطين بيلا زي ما بيقولوا مش بس أثار استياء في الوطن العربي والعالم الإسلام لكن أثار استياء حتى في الداخل الأمريكي من غياب السنس يعني مفيش سنس أو مفيش حس سياسي أو قانوني أو إنساني حتى يشير إلى فكرة إنك تأكل آيس كريم في حين إنه ألاف البشر بتعرضوا للتجويع منهم أطفال قتل منهم 13 ألف طفل هم أولوا بالآيس كريم ده الان دو tailored للفس و اردل الفاص ده نجحان ده نجحان استقل اشترك هذا ع следующий